بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج والتي سنجعلها أيضا بحول الله تعالى حلقة مفتوحة على مختلف الأسئلة المتنوعة والتي تحمل قدرا كبيرا من المعرفة بحول الله تعالى ضيفنا العزيز وفضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفت العام للسلطنة فأهلا ومرحبا بكم جميعا وباسمكم أيضا نرحب بفضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأحيي الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تبارك وتعالى في لقائنا هذا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب آمين يا رب العالم لنكن مستمرين في طرح الآيات القرآنية كما نعتاد في الحلقات المفتوحة الأخ أبو عبد الله الدغيش يقول في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لماذا قال الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الكتاب ولم يقل الكتب في معرض ذكر جل أركان الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوم إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم أما بعد فإن المقصود بالكتاب جنس الكتب فهذه المفردة و إن بدت في ظاهرها أنها لفظ مفرد إلا أنه يراد بها الجنس فالمقصود من ذلك جنس الكتب التي أنزلت على الأنبياء و المرسلين فالإيمان بالكتاب أي إيمان بكل الكتب بجنس الكتب التي أنزلت على المرسلين عليهم الصلاة و السلام كما أنزلها الله تبارك و تعالى و بذلك يظهر أنه لا إشكال فليس المقصود هو فرد كتاب و قد ينصرف إلى الذهن أن المقصود بذلك هو القرآن الكريم على اعتباره آخر الكتب المنزلة من عند الله تبارك و تعالى و أنه المهيم على الكتب السابقة لكن المقصود هو الكتب جنس الكتب التي أنزلها الله تبارك و تعالى كما يقال على سبيل المثال الرجل و يقصد بذلك جنس الرجال أو يقال المرأة و يقصد من ذلك جنس النساء فلا يقصد امرأة مخصوصة و لا امرأة مفردة كما لا يقصد رجل مخصوص أو رجل مفرد و إنما يقصد به الجنس و الله تعالى أعلم إذن هو بالحمل الأولي كما يقول أيضا المناطق نعم أحد الإخوة لا يذكر اسمه هنا يقول يتم ذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام في الكثير من المواقف مثل أو في بعض المواقف أنه اختار السجن و قال بأنه أحب إليه و لو أنه اختار شيئا آخر لا أعطي إياه نرجو التوضيح لماذا اختار السجن و لم يختار شيئا آخر يمكن أن يكون أفضل له من أن يظل فيه نعم السجن ينبغي حينما نتعرض لقصص الأنبياء و المرسلين عليهم الصلاة و السلام أن نكون حذرين فهذا المقام هو مقام النبوة و الرسالة فيوسف عليه السلام هو النبي الكريم ابن النبي الكريم ابن إبراهيم الخليل عليه السلام يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة و السلام هذه السلسلة هم الذين يعلمون الناس التوحيد و يهدونهم إلى الصراط المستقيم و يبصرونهم بالسبيل إلى الله تبارك و تعالى فهو مقام عظيم جليل و لذلك فإن ما يمكن أن يوجد في بعض الكتب مما يتعلق بما يمكن أن يفهم منه شيء من القدح في مقام النبوة لا بد أن يحذر منه و أن نستصحب دائما هذا الأصل أن الأصل في الأنبياء و الرسل جميعا عليهم الصلاة و السلام أنهم هم الذين يعلمون الناس يعلمونهم التوحيد يعلمونهم أمور دينهم يعلمونهم الأخلاق يعلمونهم الدعاء و آداب الدعاء و أن يتعامل بعد ذلك مع سائر المواقف بناء على هذا الأساس المتين هذا هو الأصل الأول الأصل الثاني و يتعلق بفهم السياق القرآني المسؤول عنه فإن يوسف عليه السلام في هذا الموضع أراد العصمة مما تدعوه إليه النسوة نعم هو لم يخير إما أن يأتي السوء أو أن يزين و لذلك فقد لجأ إلى العصمة من الوقوع في الفاحشة و كان في هذا السياق البديل المتاح هو أن يزين نعم و لذلك تنزها و تساميا عن الرذائل و احتمالا للأذى رغم صعوبته و شدته فإنه لم يستسلم لطلب امرأة العزيز و النسوة معها و أراد أن يستعصم من ذلك كله فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي ليس هو على الإطلاق هو أحب إليه مما يدعونه مما تدعوه إليه النسوة قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي فالمكيدة كانت قد أعدت و الخطة جاهزة فهو إما أن يستجيب أو أن يسجن و يعني أعدت العدة لذلك فهذا المقام هو مقام بيان عظيم فضل يوسف عليه السلام أنه رغم ما هدد به فإنه آثر ما هدد به على أن يأتي ما دعي إليه إذن هذا الأصل الثاني في فهمنا لقصص الأنبياء و المرسلين يتعلق بفهم السياق الأمر الثالث أو الأصل الثالث هل ما يقال مما يعترض به على مثل أو مما لنقول إن لم يكن على جهة الاعتراض على جهة البيان ما كان أفضل وأولى هل يقوم على أسس صحيحة فلا نجد يعني ما يذكره بعض الناس من أنه لو كان قد سأل الله العافية لأعطي إياها لا يستند إلى دليل ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كانوا يظنون ما يقال بأن مقولة ماذا فأل موكول بالمنطقة أو شيء من هذا القبيل هذا لا أصل له القول لا أصل له فلا دليل عليه لا ليس هو بآية في كتاب الله عز وجل ولا بحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يعترض به على هدي نبي أو رسول من رسول الله عليهم الصلاة والسلام هذا لا يعني أن الإنسان غير مؤاخذ بما يقول لا نتحدث عن هذه القضية فربنا تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الناس يؤاخذون بحصائد ألسنتهم لكن لا نتحدث عن هذا نتحدث عن الظن أن الذي يحصل للإنسان إنما هو موكول بمنطقه فهذا غير صحيح هذا المنطق الذي قاله الذي كان من يوسف عليه السلام هو منطق يخرج من مشكات النبوة فهو يعني رغم استضعافه واسترقاقه ورغم ما كان فيه من حال إلا أنه تأبى وامتنع أن يقارف الرذيلة وأبدأ احتمالاً وصبراً على ما هدد به أنه رغم ما يهدد به ورغم ما يكاد به فإنه لن ينحرف عن الجادة ولن يستسلم لما كانت النسوة يطلبنه منه إذن بهذا يمكن لنا أن نفهم هذا الجزء من قصة يوسف عليه السلام ولا ينبغي لنا أبداً أن نقبل الأقاويل التي يمكن أن تؤدي إلى التنقص من مقامه أو الظن أن عموم الناس يمكن أن يكون أوسع نظراً من رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام والله تعالى هنا سؤال لطيف لطالب نريد أن نطرحه الأزهر العبري يقول وفقني الله لحضور الحصص الدراسية بوضوء لكن في بعض الكتب التي ندرسها توجد صور لنساء غير مستترات هذا ربط بقصة يوسف والسؤال يطلب مننا أن نستخرج بعض الأشياء من هذه الصور هل يؤثر ذلك على وضوء أما إن كان أولاً يعني بارك الله فيه فالوضوء سلاح المؤمن وهو نور على نور و يعني أنا أحث طلبة العلم على أن يكونوا متسلحين بالوضوء دوماً وأما ثانياً في محل استشكاله فيعني ربنا تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم عليه أن يجتنب أن يتبع نظرته تلك شيئاً من الشهوات و أن يقتصر على محل التعلم الذي يراد منه فقط و إن خالطت نفسه شيء من الظنون أو الوساوس فليدفعها عن نفسه فإن فعل ذلك فإن وضوءه بإذن الله تعالى لا ينتقظ و الله تعالى أعلم سؤال آخر لكن ربما قد يحتاج إلى شيئاً من الوقت أو أننا نخرج بفاصل لا نسأل هذا و نخرج بفاصل إن شاء الله السائل يقول هل العقل يؤدي دائماً إلى الطريق الصحيح لتوحيد الله تعالى العقل الذي يهتدي بنور الوحي و يسلك مسلك العلم نعم سيؤدي إلى هذه النتيجة فيما تقوم الحجة فيه بالعقل نعم فأما إن كان هذا العقل ملوثاً بالهوى و الشهوات أو بالزغي و الضلال أو بالكبر و الغرور فإن هذا العقل سيكون سبباً لهلكة صاحبه لكن العقل في حقيقته ملكة نعم ميز الله تعالى بها هذا الإنسان ليكون مفكراً مختاراً مريداً و ليتوصل به إلى توحيده سبحانه و تعالى و إلى وصفه بالكمالات التي تليق به و تنزيهه عن النقائص التي لا تليق به هذا العقل كما تقدم الذي يهتدي بالفطرة السليمة و بالمنهج القويم سيصل إلى توحيد الله عز وجل و سيصل إلى وصفه بالكمالات و تنزيهه عن النقائص و إلى كل ما تقوم به الحجة عقلاً لا سماعاً نعم فقد لا يصل إلى اسم الخالق جل وعلا نعم و لا يعرف شيئاً مما أوحاه إلى أنبيائه و رسله لكنه سيتوصل إلى أن هذا الخالق متصف بالكمالات متصف بالقدرة و القوة و العلم و الحياة و سينظر في نفسه و يرى أنه ضعيف مفتقر إلى غيره و سيتوصل بعقله أيضاً إلى أن هذا الكون في انسجام و تناغم و أنه دادل بما فيه من جمال و بما فيه من إبداع على إبداع الخالق الحكيم و أن كل أفعال هذا الخالق هي حكمة و أن وجوده له غاية في هذه الحياة الدنيا سيتوصل بعقله السليم الموافق للفطرة البعيد عن الأهواء و الشهوات و التأثر بوساوس النفس إلى ما تقوم به الحجة عقلاً من أمور التوحيد و الدين و الله تعالى أعلم طيب فطر الشيخ رأم أن الإنسان يمكن أن يصل إلى الله بعقله إلا أن الله تعالى في آيات القرآن الكريم يبين أن قيام الحج لا تكون إلا ببعث الرسل نعم هل معنى ذلك أن العقل إذا توصل به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى لا يعد مكلفاً بالعبادة و الدين لله نعم أما العبادة لله تبارك و تعالى بمعنى أداء الشعائر التعبدية فإن هذه كما يقول أهل العلم تحتاج إلى معبر نعم أي إلى من يبلغ هذا المكلف الذي لم يبلغه أمر الوحي و العبادة من السمعيات سيحتاج إلى من يعبر له عنها نعم فنعم في هذا الباب فيما يتعلق بالعبادة و كيفية العبادة فإن الله تبارك و تعالى من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب و قال ربنا تبارك و تعالى و إن من أمة إلا خلا فيها نذير و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و إن كان بعض أهل العلم يقول بأن النذير يمكن أن يكون من العقل و يمكن أن يكون من النقل نعم فيحملون المعنى على سعته و شموله و لكنهم لا يقصدون من ذلك أن ما تقوم الحجة فيه بالسماع يمكن أن تكون المؤاخذة فيه بالاقتصار على ما تقوم الحجة على العقل فقط نعم بل يصرحون بأنه فيما يتعلق بالسمعيات إن لم يجد معبرا فأمره إلى الملك العدلي اللطيف الخبير الرحمن الرحيم نعم و على هذا يمكن أن تحمل آيات الكتاب العزيز فلا تعارض بينها و الله تعالى أعلم نقف إذن مع فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم أعزائنا الكرام سؤال من زهرة تقول كيف يمكن أن تعرف الكفيفة أوقات حيضها و طهرها و أن تضبطها و تعرف المسائل المتعلقة بها و إذا كان لا يمكنها ذلك إلا بالاعتماد على غيرها فكيف يمكنها إذا كانت تسكن لوحدها في مكان بعيد و أغلب الوقت زوجها و أهلها بعيدون عنها نعم الظاهر من السؤال أن المقصود كيف لها أن تميز الدماء نعم و الأوصاف المذكورة في ما يتعلق بالطمث لا تقتصر على اللون فما ورد من أنه دم ثخين أسود يعرف نعم يعني أن له أوصافا ثلاثة فهو غليظ يختلف عن عموم دم نزيف و له رائحة هي ليست كرائحة دم نزيف ثم اللون إذن اللون الذي يتعذر على الكفيفة أن تميزه يمكن أن يكون العوض عنه بالوصفين الآخرين و كذلك يمكن أن يتأتى لها ذلك يعني الدفق استمرار هذا الدم و إن كانت معتادة فبألعادة في الأيام التي يأتيها هذا الدم و أيضا ما تجده النساء عادة من أمر الآلام المصاحبة لفترات الطمث و إن أشكل عليها مع ذلك كله و لم تستطع التمييز فلا حرج عليها أن تعمد إلى أخواتها أو إلى أمهاتها و إن تعذر ذلك أيضا فلا حرج أن تعتمد على الطبيبات المختصات و لو بالاتصال مع توفر وسائل التواصل اليوم فهذه كلها من الوسائل المعينة للمرأة الكفيفة في تمييز الدماء الخارج عنها و الله تعالى أعلم بما أننا نتحدث عن موضوع المرأة و الذكر و الأنثى و غيرها فهنا سؤال في آية أحد الإخوة الأخ هلال يقول ما الغاية من تقديم الذكر قبل الأنثى في الآيات الكريمة و الآيات الأخرى تقديم الأنثى قبل الذكر ربما في آية واحدة يهبوا لمن يشاء ناثا و يهبوا لمن يشاء الذكور بقية الآيات يقدم الذكر على الأنثى لأن الذكر هو الأصل في الخلقة فالله تبارك و تعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها ثم قال و بث منهما رجالا كثيرا و نساءا و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا و قال و أنه خلق الزوجين الذكر و الأنثى فباعتبار سبق الخلق و أنه الأصل في الخلق ثم خلق منها زوجها بما أن يقال من مثلها أو من مادته خلق المرأة و الله تعالى أعلم أما في قوله تعالى يهبوا لمن يشاء إناثا و يهبوا لمن يشاء الذكور فقد تقدم الجواب عنه و يمكن له أن يرجع إليه و الله تعالى أعلم الأخ يونس التوبي يقول كيف نوفق بين قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و قوله تعالى و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو نعم يسألونك ماذا ينفقون قل العفو المقصود بالعفو هنا أي ما يفضل بينما في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هنا المنزلتان مختلفتان فهذه المنزلة في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تتحدث عن مرتبة الأصفياء الأتقياء المحسنين فإن هذه المنزلة لا يصل إليها المكلف إلا بأن ينفق مما يحب أما آية ماذا ينفقون قل العفو فيتتحدث عن المقدار الواجب أن ما كلفتم به من إنفاق إنما هو فيما يتعلق بفضل أموالكم لا فيما تمس إليه حاجتكم وما تستدعيه ضرورة معيشتكم فإن هذا الدين لم يكلفكم شططا وإنما أمركم فيما أمركم بالإنفاق فيه إنما هو من فضلة أموالكم أما كما تقدم في آية النساء لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فهي مرتبة أعلى وأكمل من هذا الحد الأدنى هي تتحدث كما تقدم عن غاية البر ولذلك بعض المفسرين يقولون لن تنالوا البر أي لن تنالوا أكمل البر لن تحوزوا تمام البر إلا بإنفاقكم مما تحبون والله تعالى أعلم السؤال شخص طلق زوجته لكنه لم يتركها تعيش في حالها قام بمعاداتها وتلفيق التهم عليها ويشتكي منها في المحاكم وانتقاما منه كتب جميع أملاكه لأهله حتى لا يورث أولاده من زوجته المطلقة ما نصيحدكم لهذا الشخص أما ربنا تبارك وتعالى فإنه يقول وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَقَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان فالتسريح لا بد أن يكون بإحسان وحينما تنتهي العلاقة الزوجية فإن كلا الطرفين مأموران ألا ينسياء الفضل الذي كان بينهما فرغم ما يمكن أن يكون قد كدر الحياة الزوجية بينهما من مشكلات أو خصومات أو نزاعات فإن الله تبارك وتعالى مع ذلك كله يقول وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فينبغي لكل واحد منهما أن يذكر للآخر محاسنة وأن يذكر ما تقدم منه من فضل عليه فإن لم يكن شيء من ذلك أبدا فلا أقل من كف الأذى فهنا انتهت العلاقة الزوجية وصارت الحقوق بينهما قائمة على أساس حق المسلم على المسلم رجلا كان وامرأة ومن حق المسلم على أخيه أن يكف أذاه عنه ليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكيف إذا كانت بينهما ذرية إذا كان لهما ولد فإن الأصل في صلتهما ببعضهما أن ينظرا في مصلحة هؤلاء الأولاد وأن يكون التواصلهما إن احتاجا إلى ذلك فيما يحقق مصلحة للأولاد إذ إن انتهاء العلاقة الزوجية لا تعني انتفاء أبوة الرجل المطلق لأولاده كما لا تعني استئثار الأم إن كان الأولاد في حضانتها بحقوق الأولاد وإنما العلاقة التي انتهت هي بين الزوجين فقط أما أبوة الرجل فهي قائمة له حقوق وعليه واجبات لأولاده وكذلك المرأة فهي أم لها حقوقها وعليها واجباتها فيما بينها وبين الأولاد وعليهما جميعا أن ينظرا فيما هو أصلح حالا وأحسن تربية وأجمل أدبا للأولاد بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما بالفراق إذ إن الفراق لا يراد منه أن يدخل الزوجان بعد فراقهما في طور آخر من المشاكسة والمنابذة والنزاء بل إن الطلاق ما شرع إلا لإنهاء هذه الحالة حالة عدم التوافق والانسجام وعدم استمرار الحياة الزوجية بينهما في مودة ورحمة وحسن عشرة فمن لطف الشارع بنا من لطف الله تبارك وتعالى بنا أن شرع لنا الطلاق لإنهاء هذه الحالة التي تتنافى مع معاني الزواج لا لندخل في طور آخر هو أشد وأسوأ مما كنا فيه وإنما ليمضي كل واحد منا في سبيل يمضي كل واحد من الزوجين بعد الفراق في حال سبيله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته ففضل الله تبارك وتعالى واسع عظيم و لذلك ينبغي لنا أن نصحح فهمنا للطلاق و لإنهاء العلاقة الزوجية بأي نوع من أنواع الفراق الأصل فيه أن يكون لتحقيق مصلحة للطرفين و للخروج من حالة عدم التوافق و عدم الانسجام و عدم حصول معاني الزواج من السكون و المودة و الرحمة إلى حالة أخرى جديدة تنتهي فيها هذه المساوئ و العيوب فإن كان الحال أن هذا الرجل يؤذي المرأة و يؤذي أولاده أيضا فإن لم ينتصح لتجتهد في نصحه عبر أوليائه و أهله أو عبر الأولاد إن كانوا بالغين راشدين فإن تأبى و امتنع فإن باب العدالة باب القضاء يسع الجميع و الله تعالى أعلم نعم نعم محمد ينتقل بنا إلى قضية الوسائل التي تساعد على الانسجام بين الزواجين و تحقيق المودة و الرحمة و يسألكم عن كتاب تحفة العروس ما رأيكم فيه يعني الكتاب جيد نعم ينفع للمقبلين على الزواج و يعني يلتفت إلى الجوانب الفقهية و إلى بعض الجوانب أيضا متعلقة بالعشرة بين الزوجين فكتاب لا بأس به و الكتب في هذا المجال أيضا كثيرة مما يمكن أن يستعين به المقبل على الزواج و من الجنسين و حب ذا أن يصنع ذلك بل كم أرجو أن تكون هناك دورات للمقبلين على الزواج و أن يكون من ضمن هذه الدورات ما يتعلق بفقه الطلاق لا نقول ذلك لأجل أن يكون الطلاق خيارا أن يكون الطلاق خيارا أو أن و إنما من كثرة لاجتنابه أقول ذلك حتى يجتنب الطلاق و أنه إن كان لا بد منه فليكن بما يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه حتى في تلك اللحظة سنجد رحمة هذا الشرع الحنيف بالناس غامرة فبحيث يجد فسحة لكل طرف منهما يجد فسحة في مراجعة نفسه و تصويبها إن كان قد أخطأ في حق الآخر أما أن يصرم الحبل مرة واحدة فيندم كل طرف و يبكي كل طرف و هذا ما نرى فإنما ذلك ناشئ عن جهلهم و قلة فقههم و تعجلهم في التعدي على حدود الله تبارك و تعالى بارتكاب أنواع الطلاق البدعي فمن أجل ذلك قلت بأنه ينبغي أن يتعرف الراغبان في الزواج على أحوال الطلاق متى يكون و كيف يمكن أن تعالج المشكلات التي لعلها تنشب بينهما و كيف يتمكنان من الحوار حول الخلافات التي تظهر بينهما و كيف يتغلبا على الأزمات التي يمكن أن يمر بها فإن لم يكن بعد ذلك بد من الطلاق فليكن موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا لا يعني أن القضايا الأخرى المتعلقة بالزوجين هي أقل أهمية لأنه أيضا من الأهمية بمكان أن يتعرف حتى على أحكام العشرة في الفراش و إحكام الاغتسال للجنسين الرجل و المرأة متى يجب عليهم الاغتسال و كيف يصنعان ماذا يفعلان في الاغتسال هذه للأسف الشديد من الأمور التي تبين له و قد تلقينا الكثير من الأسئلة من هذا النوع أن من شاءها يعني الجهل يظل الزوجان مدة من الزمن تصل إلى سنوات و هما لا يعرفان أحكام الاغتسال من الجنابة على سبيل المثال و قد يكون الرجل عارفا مدركا إلا أنه لا يعلم أن امرأته لا تعرف شيئا لا تفقه شيئا قد يكون العكس فهي تظن أنه يعرف و تتركه في حاله لا تلتفت إليه لا تفقهه لا تسأله و إذا به لا يعرف شيئا أبدا فإذا هذه من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها المقبلان على الزواج و الله تعالى آلم تنصحون إذن بهذه الدورات و لكن إلى من توجهون الدعوة بإقامته إلى المجتمع عموما إلى الجهات المسؤولة المعنية و إلى المجتمع الراغب يعني المجتمع المدني كما يقال و إلى المقبلين على الزواج لأضرب لذلك مثالا الراغب في أداء الحج إن لم يجد من يفقهه فإنه سيجتهد بنفسه سيسأل غيره ممن سبق له أن أدى مناسك الحج أو أنه سيقرأ و سيطلع على مختصرات على أقل تقدير و سيتابع بعض المواد المرئية أو المسموعة حتى يكون على بينة مما يطلب منه و ما يجتنبه و كيف يصنع إن وقع في شيء من الأخطاء و نحن نتحدث عن عبادة واجبة لكنها محدودة مقيدة بوقت و مكان فكيف بعلاقة زوجية يراد لها الديمومة و مقصدها الإعفاف و الإحصان و إن شاء أسرة هذه الأسرة هي نواة للمجتمع و تتشعب فيها الفروع بين ما يتعلق بالجانب العاطفي و ما يتعلق بالجانب الجسدي و ما يتعلق بالجانب المالي و بالسكنة و بالحقوق و الواجبات كيف لا يلتفت بعد ذلك هؤلاء إلى أنفسهم بالتعلم و التفقه و طلب ما يحتاجون إليه و كذا الحال بالنسبة للمؤسسات و المجتمع و لو كان بدورات يدفع لها الناس فهم يفعلون ذلك فيما يتعلق فيما أرى اليوم يعني في كثير من الأمور في تطوير المهارات الذاتية و في إدارة الوقت و في غيرها من الأمور يدفعون الأموال و لعلها أموال كثيرة بقطع النظر عن الفائدة منها لكنهم يلتحقون بهذه الدورات فكيف أيضا لا نجد مثل هذه الدورات فيما يتعلق بأمور الزواج و تكوين الأسرة نعم و هل هي من الأعمال الصالحة التي يحث المجتمع و أيضا أن ينفق فيها من أجل هي كذلك قطعا هي من في صدارة الأعمال الصالح و قد تقدم في حلقة سابقة ما يتعلق بمحل الأسرة في هذا الدين و لذلك ما يتعلق بالزواج هذا الميثاق الغليظ و حقوق كل طرف فيه أنه ليس بأمر هامشي بل هو أمر محوري جوهري و لذلك تولاه الدين نجد فيه أحكام الشريعة الإسلامية إجمالا و تفصيلا في كلياته و في جزئياته في مبتدئه و في وسطه و في نهايته نجد أن كل ما يتعلق به تكفل به هذا الدين فأغنانا ربنا تبارك و تعالى عن الاحتياج إلى الموئل و المأرز لكننا للأسف الشديد تكاسلنا عن الأخذ به و عن التعرف عليه و عن التفقه فيه فلا بد لنا من عودة متينة إلى مثل هذه القضايا تعلما و تدربا و تفقيها و سؤالا و أن تنفق فيه الأموال و أن يبذل فيه الخيرون و ذوه اليسار و أن تعد له البرامج لأن فيه حماية للمجتمع و فيه ما يحقق تماسك هذا المجتمع و قوة هذه الأسرة التي يراد للأجيال فيها أن تكون مؤدية لأدوارها في بناء الأوطان إذن كل ما يحتف بالأسرة أمر بالغ الأهمية و لذلك يكون الإنفاق فيه من أعظم وجوه البر و الإحسان إذن لنجعل هذا إن شاء الله ختاما لحلقة اليوم شكرا لكم فضيلة الشيخ عزائنا الكرام نشكر و إياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي و ساعد المفتي العام للسلطنة نشكركم أيضا على أسئلتكم الكثيرة و نلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة